اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة من تقدم وتعاون في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام ومتابعة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يده الله واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة مشيرا الى حرص مجلس الشورى على تنمية العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب والاعيان بالمملكة الاردنية بما يواكب هذا الاهتمام ويرتقي بآفاق التعاون في المجال التشراعي جاء ذلك لدى استقبال معاليه لوفد لجنة الأخوة الاردنية البحرينية برئاسة سعادة النائب قصي أحمد الدميسي عضو مجلس النواب الاردني حيث أعرب معاليه عن ترحيبه بمثل هذه الزيارات التي تعكس الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتساهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التشراعات والقوانين منوها بما تشهده العلاقات البرلمانية بين البلدين من تنسيق في المواقف والرؤى في المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية بما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر